إيران إحدى الدول الرئيسية الممولة للإرهاب وتنفق على دعم التنظيمات والجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط ما يقارب مليار دولار سنويا هكذا وصف ناتان سيلس منصق واشنطن لمكافحة الإرهاب نظام الحكم في طهران الذي قال أنه يقدم فقط لميليشيا حزب الله في لبنان حوالي 700 مليون دولار و100 مليون دولار لمختلف الفصائل والجماعات الإرهابية الأخرى وبيان سيلس أنه من أجل كبح السياسة الإيرانية المتمثلة بدعم الجماعات الإرهابية فرضت واشنطن مؤخرا عقوبات جديدة على طهران كذلك وفي سياق العقوبات الأمريكية على إيران فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على كل من جواد نصر الله ابن زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله وميليشيا كتائب المجاهدين وصنفت الخارجية الأمريكية جواد وهو قائد بارز في ميليشيا حزب الله إرهابيا عالميا وستشمل العقوبات حضر جميع ممتلكات جواد نصر الله كما تحضر التعامل معه أو مع ميليشيا الكتاب وزارة الخزانة الأمريكية فرضت أيضا عقوبات على عناصر من ميليشيا حزب الله يديرون عمليات في العراق واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة إجراءات لاستهداف أربعة أفراد مرتبطين بالميليشيا يقودون أنشطة مالية واستخباراتية في العراق وكيلة وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب واستخبارات التمويل سيغال مندلكر قالت أن أجراءات وزارة الخزانة تبرز الدرجة التي تعمل بها ميليشيا حزب الله كذراع إرهابي سري للنظام الإيراني فميليشيا حزب الله هي وكيل لنظام طهرانة الذي يسعى إلى تقويض سيادة العراقية وزعزعة استقرار الشرق الأوسط وواشنطن إذ تفرض هذه العقوبات اليوم فهي تستهدف شكلا النظام الإيراني ومن يسهل التعاون معه سعية للوقوف بوجه المخططات والمآرب الإيرانية التي عثت فسادا ونشرت الدمار في العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط في الوقت نفسه يتفق الجميع على أن واشنطن تسعى لتوطيد قدمها في الشرق الأوسط للحصول على بعض المكاسب وما عقوباتها على طهرانة إلا نوع من صراع النفوذ والمصالح بين الدول من أجل تحقيق ذلك